بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والأتمان الأكمال على مولانا رسول الله وبعد نشكر قناة جريدة أشكين على تحريها دائما لنوازي القانون والبحث عن الحلول القانونية الأحداث التي تقع داخل المغرب وخارجه بخصوص تسجيل نحاول أن نعطيه فيه بعض الملامح القانونية بعض المستنتجات القانونية على ما وقع في فاجعة طانجة أو ما يسمى بمعمل سري لطانجة والفيضان الذي وقع في هذا المعمل السري قبل أن نخوض في هذه المسألة لا بد أن نتوجه بأحر تعزي لأسر ضحايا هذه الفاجعة لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى إن لله وإن إليه راجعون وعزأنا يعني واحد لجميع الأسر الذين فقدوا يعني هؤلاء الضحايا بخصوص الواقع أو الفاجعة يعني الأساس القانوني لهذه الفاجعة يمكن أن نقسمه إلى يعني مجموعة من النقط نقط نقط تتعلق بالمعمل السري بحدداته ونقط تتعلق بالفيضان باعتباره يعني حالة طارئة أو ظروف طارئة ما نقوله غير متوقعة لأننا نحن في فصل الشتاء هي متوقعة ولكنها تبقى يعني ظروف طارئة وثالثا يعني حول المسؤولية أو من المسؤول يعني عن هذه الفاجعة أعود للنقطة الأولى التي تتعلق بالمعامل السرية وبغينا نرجعها للأصل القانوني ديالها أولا المعامل السرية تندرج في إطار يعني مدونة الشغل القانون الشغل قانون الشغل يعني يتطرق بشكل دقيق لهذا الانواع من المخالفات التي يرتكبوها يعني أرباب العمل نرجعنا المادة التي يعني تنص على يعني المسؤولية فيما يخص يعني هذه المعامل التي يتجاوز عدد الأجار ديالها خمسونة يعني أجيرا كالقوا بأن المادة 336 تنص على ما يلي على لجان السلامة وحفظ الصحة يجب إحداث المادة 336 تنص على أنه يجب إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة لدى المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها والتي يشتغل فيها خمسون أجيرا على الأقل والمادة 338 هذه المادة هي التي توضح يعني بشكل صريح اختصاصات هذه اللجنة والمسؤولية التي تقع عليها نذكر بهذه المادة التي تقول بأنه يعهد إلى لجنة السلامة وحفظ الصحة القيام خاصة بما يلي استقصاء المخاطر المهنية التي تتهدد أجراء المقاولة العمل على تطبيق النصوص الشريعية والتنظيمية في مجال السلامة وحفظ الصحة الصهر على حسن صيانة استعمال الأجهزة المعدة لوقاية الأجراء من المخاطر المهنية الصهر على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة ومحيطها الإعاز باتخاذ كل مبادرات التي تهم على الخصوص مناهي الشغل طرقه وانتقاء المعدات واختيار الأدوات والآلة الضرورية للشغل الملائمة للشغل تقديم الاقتراحات بشأن إعادة المعاقين من أجراء المقاولة إبداء الرأي حول سير المصلحة الطبية للشغل تنمية الإحساس بضرورة اتقاء المخاطر المهنية وروح الحفاظ على السلامة داخل المقاولة يعني إذا نريد نفسر هذه المادة يمكن لنا نقول بأن هذه اللجنة يعني لها جانب من المسؤولية في يعني في توفير وفي عدم توفير السلامة لهذه الناس هذو يعني كانوا يزاويلون هذا العمل بشكل سري طبعا يمكن لنا نقول بأن ما عندهم علم هذه مسألة كتبقى بتنسيق ما بين السلوطات يعني كتبقى يعني ممكن نحتجو بأن لا ما بين علم كتبقى المسؤولية يعني نقول بأن مسؤولية يعني ثابتة في انتظار ما ستسفير عنه يعني التحقيقات يعني لأنها لازالة تجارية ويمكن لناش الآن نعطيه أحكام مسبقة ولكن ندلي يعني بالأساس القانوني لهذا النوع من المعامل السرية المسؤولية هنا يمكن أن تنتقل من مسؤولية مدنية إلى مسؤولية جنائية طيب قل لأن المادة 300 من مدونة تشغل أحالت مباشرة وبشكل صريح على المادة 90 والمادة 324 من القانون الجنائي باش ننتهي في هذه النقطة دي المعمل السري لي ويمكن نعتبره جريمة يعني في حق المجتمع وفي حق الأجارة المادة 90 والمادة 324 يعني كانت يعني دقيقة وحددت العقوبات يعني اللي تنتظره يعني كل من أخلى بالقوانين والنظم الجاري بها العمل في ميدان الشغل وتبقى يعني لجنات حفظ السلامة والصحة تبقى لها كذلك مسؤولية في هذا الجانب هذا يعني من خلال يعني عدم إنجاز يعني تقارير أو إنجاز تحريتها أو عدم التنسيق مع السلطات يعني المعنية لكشف يعني وصمة عار يعني على جبين يعني الاقتصاد الوطني إلا رجعنا القوانين التعمير على مستوى العالمي مش يحتاج على مستوى الوطني أنه لا يمكن البناء ولا يمكن الترخيص بالبناء في الأماكن التي تعتبر سيلا أو واديا مرة عليه الزمن أو أو أصيب بالجفاف أو إلى هناك من الآثار التي يعني محت آثار ذلك الوطني لكن من المعلوم أنه في الهندسة المعمارية وفي قوانين التعمير بأن يعني الويديان والسيول يعني دائما تتذكر طريقها وبالتالي إلا رجعنا القوانين التعمير في أي دولة كيفما كانت نوعها تحرم البناء في الويديان وفي السيول إذن إلا رجعنا وكتشفنا بأن هذه الفيلة التي كانت مخصصة المعمل السري كانت بنات فوق سيل من السيول التي كان مهدد في زمان من الأزمان كان مهدد بالفيضان فالمسؤولية طبعا تقع على الدولة الدولة يعني بجميع مقونات الشخص المعنوي العام بجميع المتدخلين من إعطار رخصة لإعطاء البلان يدوز في هذه المنطقة وكيف المسائل ننتظره التقارير الآن جارية في هذه المسألة وممكن لنصدره كما قلنا في الأول الأحكام مسبقة لأن التقارير والأبحاث لا زالت سريع من أجل تحديد المسؤولية